بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونة استشاري أنف وأدن وحنجرة وباء الكورونا حديث الساعة وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي ولاهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل في البداية يتفضل الدكتور صفيان نويسة ليحدثنا عن بداية انتشار هذا المرض في لمحة تاريخية سريعة شكراً أخي بسام لإحتعتها الفرصة حقيقة في نهاية 2019 أعنات الصين عن وجود حالات الالتهاب رأوي حاد مجهول المصدر والسبب لعدد من المصابين القاطنين في مدينة أهان الصينية مع ازديادة هذه الحالات تم إغلاق المدينة للبحث والتقصي عن سبب الإصابة وسبب العدوى وبتاريخ 7-1-2020 أعنات بضمط الصحة العالمية عن اكتشاف وسبب هذا المرض وهو فيروس كورونا المسجد الذي ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التاجية ومن ضمنها فيروس السارس والميرس ولاحقاً بتاريخ 11-1-2020 أعنات الصين عن حدوث أول حالة وفاة بهذا المرض وتبعها وفاة ثانية بعد أسبوع وتبعاً لذلك بدأت الحالات بالإزدياد ونتيجة لذلك أعنات الولايات المتحدة الأمريكية عن فحص جميع القادمين من مطارات الصينية وتزامن ذلك معنا من نظمة الصحة العالمية عن بداية انتشار المرض خارج الصين مع اكتشاف أول حالة لمريضة موجودة في تايلاند قادمة من الصين من مدينة أهان بالتحديد ازداد عدد الإصابات بشكل كثيف في مدن صينية أخرى وتم تأكيد طريقة العدوى من إنسان لإنسان وتبعاً لذلك تم إغلاق جميع المعابر البرية والبحرية والجوية لمدينة أهان لحصر المرض بعد ذلك ازدادت الحالات في الصين وفي دول عديدة من العالم في عدة قارات وبتاريخ 31-2020 أعنات منظمة الصحة العالمية بأن مرض الكورونا المستجد أصبح وباء عالمياً وابتداء من منتصف شهر شباط 2020 مع الزيادة المضطردة للإصابات والوفيات في أنحاء مختلفة من دول عالم أعلمت منظمة الصحة العالمية عن وصول هذا المرض لدردة الجائحة وبناء عن ذلك بتاريخ 11-3-2020 أغلقت الكثير من الدول في العالم مع عبرها البحرية والجوية مع رفع حالة التأهب القصوى وتم فرض العديد من القيود على التنقل والاجتماعات ولاحقاً تم إعلان عن طريق هيئة الأمم التحدي في الأول من نيسان بأن هذا الوباء يعد الأسوأ كارثة تحل على البشرية منذ الحرب العالمية الثانية ترجمة نانسي قنقر